أعو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أولالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرطهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أسحاب القرية إذ جاءهم أرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعسسنا بتاهذ فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مفذنا وما أنزل الرحمن من شيء من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا قالوا ربنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ الْمُبِينَ قالوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ أَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَمَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قالوا قَالُوا طَائِرَكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُصْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالْ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَنَا أَعْمُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِالضَّرِّ إِلَّا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَّفِي طَلَالٍ مُّبِينَ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ دُخُلْ يَجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَنِي رَبِّي وَجَعْلَنِي مِنَ الْمُكُرَبِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعَدِهِ مِنْ جُودٍ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جُودٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُوْزِلِينَ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مَحْطَرُونَ فآية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأصراج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تترك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فنك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشه نقرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونتعموا من لو يشاء الله أتعمه إن أنتم إلا في طلاد مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصون فلا يستطيعون توزية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا بيننا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمصنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا طيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن وإلا ذكر وقرآن مبين لينظر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهلها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محطرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه بالنطفة فإذا هو خصيب مبين فاضطرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي غبيم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق الصماوات بالأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون